لن يزدنا هذا إلا إيمانا وعنقول كده في وجه كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل نحن نعيش بحسبنا الله ونعم الوكيل نحن نعيش بحسبنا الله ونعم الوكيل فلا يستطيع أحد أنه هو يهز إيماننا بأن الله ناظر إلينا وهو ممدنا وهو معنا بس يا سيدي اللي احنا فيه دوت أنا بسميه الاختبار للإنسانية المليء بالأسئلة الإجبارية هذا اختبار للإنسانية مليء بالأسئلة الإجبارية ما فيهوش أي أسئلة اختيارية على فكرة حسنا بنسأل البشر كلها أين القيم في التعامل مع الأطفال والنساء والشيوخ من أهل غزة أين المساواة اللي أشار إليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى التقوى هو التمسك بالأخلاق والحفاظ عليها الحفاظ على البشر والإنسانية إن احنا نتقل الله في عيال الله في خلق الله مش إن احنا نتبع نعتبر إن فيه حد من البشر دولة لا قيمة لهم ممكن نكنسهم من الأرض لا محدش هيكنس من الأرض احنا نؤمن إن كل إنسان له قيمة لأن الله خلقه فهذا عبد وهذا من عيال الله حدش لا يتعرض للدم ولا العرض برضو من الأسئلة الإجبارية هل السلام صعب على الناس إلى هذه الدرجة؟ ونحن نطلب الناس بسلام رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو ده صعب على البشر؟ ولهو بيبقى سهل على البشر لما يكون لجنس ويبقى صعب على البشر لما يكون لجنس تاني شكرا